بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الأول الوحدة الحادية عشر الناس والأماكن الكتاب الأول الوحدة الحادية عشر الناس والأماكن الدرس الحادي والتسعون الحوار الأول انظر واستمع لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا كنت سعيدا في العراق؟ هذا صحيح العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر وأين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا كنت سعيدا في العراق؟ هذا صحيح العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر وأين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا الوحدة الحادية عشر الناس والأماكن الدرس الحادي والتسعون المفردات ينتقل هناك أصدقاء عمرة سعيد البحر مدير الشركة رحلة مدينة الوحدة الحادية عشر الناس والأماكن الدرس الثاني والتسعون الحوار الثاني انظر واستمع من أين حضرت؟ حضرت من اليمن أنا يمني ومتى حضرت من اليمن؟ حضرت قبل عشر سنوات هل معك الجنسية اليمنية؟ نعم ومعي جواز السفر اليمنى هل حضرت للعمل؟ لا حضرت للدراسة وبعد الدراسة تزوجت وماذا تعمل هنا؟ أنا أستاذ في الجامعة هل تزور اليمن؟ نعم أقضي العطلة مع الأشرة في اليمن هل أنت سعيد هنا؟ نعم والحمد لله والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد من أين حضرت؟ حضرت من اليمن أنا يمني ومتى حضرت من اليمن؟ حضرت قبل عشر سنوات هل معك الجنسية اليمنية؟ نعم ومعي جواز السفر اليمنى هل حضرت للعمل؟ لا حضرت للدراسة وبعد الدراسة تزوجت وماذا تعمل هنا؟ أنا أستاذ في الجامعة هل تزور اليمن؟ نعم أقضي العطلة مع الأشرة في اليمن هل أنت سعيد هنا؟ نعم والحمد لله الوحدة الحادية عشر الناس والأماكن الدرس الثاني والتسعون المفردات المفردات أستاذ يتزوج يزور جواز السفر جنسية قبل الوحدة الحادية عشر الناس والأماكن الدرس الثالث والتسعون الحوار الثالث انظر واستمع أين تسكن الآن يا بدر؟ أسكن في القرية لماذا تركت المدينة؟ القرية هادئة والهواء نقي ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق وفي المدينة أيضا ضوضاء وتلوث وازدحان لماذا تسكن في القرية؟ وأنت تعمل في المدينة؟ ليس هناك مشكلة كيف تذهب إلى المدينة؟ أذهب بالقطار كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ تستغرق ساعة ونصف الساعة تقريبا والآن جاء دورك أنظر واستمع وأعد أين تسكن الآن يا بدر؟ أسكن في القرية لماذا تركت المدينة؟ القرية هادئة والهواء نقي ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق وفي المدينة أيضا ضوضاء وتلوث وازدحان لماذا تسكن في القرية؟ وأنت تعمل في المدينة؟ ليس هناك مشكلة كيف تذهب إلى المدينة؟ أذهب بالقطار كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ تستغرق ساعة ونصف الساعة تقريبا الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس الثالث والتسعون المفردات المفردات تلوث نقي هادئ ازدحام شركات أسواق قطار مشكلة قرية نصف ساعة ضوضاء هواء هواء الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس السادس والتسعون الأصوات وفهم المسموع أولاً الأصوات الأصوات التدريب الأول استمع وأعد ثابت ثابت حارث حارث ليث ثامر التدريب الثاني استمع وأعد ثار ثارة سارة ثانية ثانية ثورة ثورة ثناء ثابت ثابت سابت دثار ثار دسار كثابت كسبت مأثور مأثور نصر نسر نسر ثوات أثرى حدث جثة رفث رفاس عابث عابس أرث أرس الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس السادس والتسعون ثانياً ثانياً فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد كيف تقضي الوقت؟ أذهب إلى شاطئ البحر هل تذهب الأسرة معك؟ نعم تذهب الأسرة معي اثنان كيف تقضي الوقت؟ أذهب إلى البحر هل يذهب الأصدقاء معك؟ نعم يذهب الأصدقاء معي ثلاثة كيف تقضي الوقت؟ أذهب إلى السوق هل تذهب الزوجة معك؟ نعم تذهب الزوجة معي أربعة كيف تقضي الوقت؟ أذهب إلى المكتبة هل يذهب الأستاذ معك؟ نعم يذهب الأستاذ معي التدريب الثاني استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات أين تعمل؟ أعمل في الشركة كم يوما تعمل في الشركة؟ أعمل خمسة أيام ماذا تعمل؟ أنا مهندس ومتى العطلة؟ الخميس والجمعة أين الشركة؟ الشركة في الرياض التدريب الرابع استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا ترك حارث مدينة بغداد مكة إلى جدة ساعة ونصف ساعة تقريبا يذهب حارث إلى مكة بالسيارة حارث الآن في جدة أسرة حارث في العراق التدريب الخامس أجب عن الأسئلة التي تسمعها هل معك الجنسية السورية؟ ماذا تعمل في الشركة؟ كيف تذهب إلى المدينة؟ ماذا تفعل يوم الخميس؟ لماذا تدرس العربية؟ هل تستيقظ مبكر؟ الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس الثامن والتسعون القراءة والكتابة أولاً القراءة التدريب الأول اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو لا ترك ثابتنا العراق وانتقل إلى جدة هو الآن مدير الشركة في جدة ثابت سعيد في جدة مع أسرته جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا يذهب ثابت مع أسرته إلى شاطئ البحر يوم الخميس ويقضي يوم الجمعة في مكة يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا تستغرق الرحلة من جدة إلى مكة ساعة تقريبا يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في المسجد الحرام ويصلي العصر أيضا هناك بعد صلاة العصر يذهب إلى بيته في جدة التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة عبد العزيز طالب كيني حضر من كينيا للدراسة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة يدرس عبد العزيز اللغة العربية والثقافة الإسلامية عبد العزيز يحب مكة ويقضي الوقت صباحا في الجامعة ويصلي العصر والمغرب والعشاء في المسجد الحرام التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة عبد الرحمن طبيب إرتيري يعمل في مستشفى الجامعة ويدرس في كلية الطب حضر عبد الرحمن من إرتيريا قبل ثماني سنوات يسكن في شقة جميلة في مدينة الرياض يذهب عبد الرحمن إلى المستشفى في الصباح بسيارته ويذهب إلى الكلية في المساء بحافلة الجامعة ترجمة نانسي قنقر